في هذا الفيديو سنتحدث عن بعض الآثار الجانبية لتناول كميات كبيرة من الكربوهيدرات السكر تشمل بعض الآثار الجانبية المعروفة للسكر الإرهاقي وضبابية الدماغ ودهون البطن والرغبة الشديدة في تناول الكربوهيدرات وتسووس الأسنان هل هناك فرق بين السكر والكربوهيدرات؟ يتكون الكربوهيدرات من السكر والألياف والنشا تسمى النشويات بالبوليسا كريدات أي العديد من السكريات أو جزيئات السكر المتصلة معا ترفع النشويات مستويات السكر في الدم بشكل أكبر بكثير من السكر 1. تقليل إنتاج الكولاجين تناول كميات زائدة من السكر يقلل من إنتاج الكولاجين يؤدي ذلك إلى ترهل الجلد وظهور التجعيد والشيخوخة المبكرة 2. لسان أبيض مزمن يمكن أن يشير اللسان الأبيض المستمر إلى فرط نمو الفطريات الكانديدا تزدهر الكانديدا على السكريات البسيطة وتتطلب التخلص من السكر لإدارتها 3. مشاكل الجيوب الأنفية المزمنة غالبا ما تكون مشاكل الجيوب الأنفية ناجمة عن فطر الأسبرغلز الذي يتغذى على السكر يجب التخلص من السكر لحل التهابات الجيوب الأنفية المزمنة 4. لسة حمراء أو وردية 5. رؤية اللون الوردي على فرشات الأسنان عند التفريش قد تشير إلى شكل خفيف من الإسقربط السكر يمنع امتصاص فيتامين سي ممن يؤدي إلى نقص الفيتامينات الذي يؤثر على اللثة 5. انخفاض هرمون التستوستيرون استهلاك السكر بكميات كبيرة يخفض مستويات هرمون التستوستيرون يمكن أن يؤدي ذلك إلى ضعف الانتصاب وانخفاض الرغبة الجنسية وصعوبة في بناء العضلات 6. زيادة القابلية للإصابة بالعدوى الكثير من السكر يضعف جهاز المناعة يجعل ذلك الشخص أكثر عرضة للإصابة بالعدوى 7. مستويات عالية من الأدرينالين تناول السكر بكميات زائدة يضر بقدرة الخلايا على إنتاج الطاقة في الميتوكوندريا يؤدي ذلك إلى زيادة الأدرينالين ممن يسبب طاقة عصبية والأرقة ومتلازمة تململ الصاقة ومشاكل أخرى تتعلق بتلف الميتوكوندريا ونقص فيتامين بي واحد معلومة إضافية عن الكربوهيدرات والسكر الكربوهيدرات تتكون من السكر والألياف والنشا النشا هو سكر مخفي وهو مجرد العديد من جزيئات السكر المتصلة معا البوليسا كاريداتي مؤشر الجلايس مي يسجل سكر المائدة 65 والجلوكوز 100 والنشويات المعالجة مثل المالتوديكسترين يمكن أن تصل إلى 185 ممن يؤدي إلى ارتفاع كبير في مستويات السكر في الدم ربحية الأطعمة المصنعة الأطعمة المصنعة بشكل كبير مثل رقائق الذرة والزيوت النباتية مربحة للغاية بسبب انخفاض تكاليف المواد الخام وارتفاع أسعار البيع يدفع ذلك إلى انتشار الوجبات السريعة في السوق والتي تصنف غالبا على أنها صحية للقلب على الرغم من تأثيراتها السلبية على الصحة شكرا للمشاهدة